ترجمة نانسي قنقر بهايدا الفيديو بنا نحكي عن الاردوينو اي دي اي يعني البرنامج اللي رح نستعمله لحتى نقدر نبرمج البورد الاردوينو خلينا نذكر انه هيدا البرنامج هو اوبن سورس يعني منقدر نلاقيه بشكل فري ببلاش لحتى افضل مصدر تنزل فيه هيدا البرنامج هو من مصدره الاساسي لانه مصدره الاساسي هو ببلاش ماني بعايز اللي انبش على موقع طيب شو مصدره بحط www.ardwino.cc انتر بوصل ضغري هيك على الموقع الاساسي لهيدا البرنامج الاردوينو السامبل طبعه بهيدا الشكل طيب ازا انا بدي نزل هيدا البرنامج معناته انا بدي نزل الصوفتور ما علي الا روح على الصوفتور و بلاقي في عندي شي اسمه download بيكبس عليهم بلاقي بيعطيني اللي غات اللي انا ممكن اشتغل عليهم انجليش والصيني و بيعطيني برنامج اسمه Arduino Web Editor هيدا شو معناته معناته بقدر انا برمج على صفحة على الويب بلا ما نزل البروغرام عندي وهون بيعملولو كزا مرة update وبينزلو اجدد موديل للصوفتور بتزله تحت بلاقي انه اجدد موديل للصوفتور هلا هو Arduino 1.8.12 وين في نزله متل ما شايفين بهذا اللينك على اليمين ايلك اذا بدك تنزله للويندوز اكتر اكتر اذا بدك تنزله فايل اذا بدك تنزل مثلا للونكس 32 64 يعني متل ما شايفين انه الاردوينو بيمشي على كل الويندوز الموجودين بالصوف طيب ما ليه الا اكبوس على الانستول او نزله بالزيب فايل وانطر لكان نزل هذا البرنامج انا اللي حتى ما اطول عليكن انا منزل البرنامج من بعد ما اكون نزلت البرنامج بروح على المطرع اللي نزل فيه البرنامج فك البرنامج فك البرنامج من بعد ما فكه بيعطيني هيدا الشكل فوت عليه فوت على شي اسمه اردوينو.exe 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 فتح لي بهيدا الشكل في عامل فايل نيو فتح لي ايها جديدة ما في اشي مش مكتوب علي اشي كل من المحضا يلخطي طيب من بعد ما انا فتت لهون كيف بقدر نزل وكيف بقدر اكتب البرنامج على الاردوينو اول شغلة مفروض تشك الاردوينو اليو اس بي بقلب الكمبيوتر من بعد ما شكه على قلب الكمبيوتر لازم روح على كومبيوتر طيب اذا في حدا ما بيعرف انا كيف بوصل لهون بكل بساطة بكل بساطة بروح على لوكيشن طيب الكمبيوتر بي سي بعمل رايت كليك بنقى ماننج ماننج بنقى ديفايز ماننج وبصير مطرح مكنه ماننج بيجي بتطلع على البر اللي عندي ايها بلاقي اسمه كومتو راح شيل انا الاردوينو شايفينه راحت بس ارجع حط الاردوينو بيتعرف عليها هلا اذا ما اتعرف عليها ما عليها اللي عامل رايت كليك ابدايت درايفر وبلاقيها بكون انا عامل الكنيكسيون على الانترنت بنزل لدرايفر طبعه ومساعته بشتغل عليها هلا ممكن يكون هون اسمه اردوينو بس انا اللي بيهمني انه بس عم شيل اليو اس بي وارجع حطه عم تنشيل ترجع يعني هاي هي للاردوينو هون شو بهمني كمان اعرف هي ايا كوم متل من بيني كوم 2 طيب هلا ما بقى اللي شغل بحالة مطرح الا بالبروغرام هفوت على صفحة البروغرام ونحكي عنه متل ما نبين عندي البروغرام كتير سهل ما فيو شي مربك كتير واضع وبسيط اذا فوت على قائمة فايل بلاي انه في نيو اوبن والفايلات الموجودة قبل والإكزامبل وكلوز والسيف والسيف بعدين هنشرح شو معناية الإكزامبل وهو اذا بدي غير بقيمة الخط تفوت على البرفرنس بس حطوه بدلت مثلا 12 14 وبعمل اوكي بس افتح بلاقي انه تغير معي كتيبة بالإدد ما فيها شي اشي كتير مهمة في عندي الابلود وهو هون اذا بدي نزل بعض اللايبريري لان افترض انا عندي شي كابتر ما اني معرف عليه بقدر نزله من هون هنشرح عنا بعدين لوصل للتولز طيب انا بالتولز اللي بهمني اعرف هون بدي فوت على اسم البورد بدي نقي اي بورد انا عم بيشتغل عليها انا عم بيشتغل بالاردوينو اينو بيجي بنقي الاردوينو اينو بيجي على التولز بس هوني على البورد بنقي انو القوم تو في مرات بيخدها لوحده تلك ايا في مرات ما بيخدها بس من الافضل انك تكون عارف هذا الشي وعم تشتغل انت ستاب باي ستاب لما يكون عندك مشكلة بالتوصلات لحد ديت هون منكون خلصنا كل شي على التعريف على التعريف في عنا بس تحط الماوس على على التول بار وبتتركها وقت بعطيك اسمها متل سايف اوبن نيو هادي ابلود وهون تكتب الكود بتعمله بتأكد انو مزبوط بتعمل ابلود بتنزل الكود على البورد الاردوينو بكل سهولة وبسطة فيه شغلة حابب انو نعرفها من بعد هي كيف بقدر ميز بين الاردوينو الاردوينو الصينية مثلا او النوعية بش مزبوطها كتير هي من العلبة بتيجي العلبة فيها كتالوج واللوغو طبعول الاردوينو عليا شو بتفرق الاردوينو الاردوينو عن الاردوينو طبعول السوق في فرق ولكن هيدا الفرق منو كل هالقد يعني فيك تشتغل بالاردوينو المنا اورجينال وبتعطيك نفس الشغل ولكن بتغير شوي بالمنظم الباور لهيك انا قلت لكم نفضل انو نشتغل فيه على تسعة فولت اي حد ماكسيموم لانو اذا ما كان كمان اورجينال ممكن تكون معرضة انو تنضرب اسرع شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة